محمد بركات بن الثلاثين يوماً جال على عشرة مستشفيات بحال يرثى لها وعاد وأهله خائبين عن باب يفترض أن يستقبل المواطنة لمعالجته لا أن يدعه فريسة لمرضه تقريباً على العشرة كنا بالسن تراز فحصوا بعد ما فوتونا بعد ثلاثة اربع الساعة قال الصبي بدوا دخول مستشفى فقلنا لهم اوكي يلا مستشفى فضل على مكتب الدخول رحنا على مكتب الدخول اسمك كذا الصبي شو مضمون ضمان عادي ما عنا محلات أنا على الطريق حدا بيتصل فيي أنه خلص حكيوا مع الأيو بي أمسي ما رح يستقبلوك لأنك مضمون بس عرفوا مضمون قالوا لأنه مقفلة روح على الروم الروم على القليلة بالطوارئ بيعالجوه إذا ما عندهم محلات بيعملوا له الإسعافات الأولية اللازمة قالت لي الدكتورة هونيك عيو عم تسجل قالت لي أنت درك جيش وقلت له ضمان قلت له ضمان بس يمكن ما يكون عنا محلات أنا عتل ديو ضمان مع عنا محلات قلوا لك ليمونسو قالوا لك ليمونسو فيه محل بعد خمس داقة بيتصل فيي بيقلي لك ليمونسو حكيت معهم بس عرفوا أنه أنت ضمان سمعت حد عم بيقول له للشاب أنه لأ ضمان ما منستقبل سألنا بالسان شار بالمشري رحنا على السان جورج قبل قالوا لنا ما عنا ما منستقبل الولاد بهذا العمر وسألنا بغير مستشفيات ما فيه لو وصلنا للمستشفى اللبناني الكندي الساعة ثلاثة الساعة أربعة وشوية لكان فات الصباح على الطوارئ نقلناه على الغرفة وحطيناه وتطمنا عليه وزير الصحة اتصل بعائلة الطفل محمد طالبا منه تقديم شكوى وموعزا بفتح تحقيق في القضية ترجمة نانسي قنقر